الايام الاخيرة يمكن لفت انتباهي في جدل تحكيمي كبير على مباراة الاهل والترجي في اياب الدور النهائي لدور ابطال افريقيا جدل تحكيمي انا شايفه مصنوع ليه مصنوع لان مهما اختلفت القراءة التحكيمية وده وارد حتى يحصل في اي مكان في العالم وفي اي مباراة عمر الجدل التحكيمي ما يكون كبير او كده الا ما يكون في لعبة شبيهة مثلا بلعبة لمسة اليد على انرامو في مباراة الاهل والترجي في تونيس عام 2011 في دور ابطال افريقيا المباراة اللي كان بيدر الحكم الغاني لمبتي وهذا الحكم بعد فترة تم شطبه من سجلات التحكيم لوقائع فساد دي اللعبة اللي ممكن نتكلم عليها خمسين سنة ممكن نتكلم عليها مئة سنة ما فيهاش نقاش لكن المباراة الاهل والترجي الاخيرة مش محتاجة اي جدل التحكيم اه انا متفاهم ومن خلال متابعتنا للسوشيال ميديا يمكن انا وكرول عمل عبنا يومين ثلاثة بنتابع اللي بيكتب في السوشيال ميديا على موضوع الجدل التحكيم عشان نطلع النهاردة نوضح شوية مفاهيم كده وعنقرد حاجات اعتقدها هتكون القول الفصل لان الزملاء في تونس بعد المباراة قفلوا الموضوع ولا تكلموا على التحكيم ولا جابوا سرطة التحكيم حتى البيان اللي صدر من ادارة الترجي التونسي كان بيان محترم جدا بيوضح لجماهيره واعلامه في تونس الحضور الجماهيري كان ازاي ومقربش تماما من الجانب التحكيمي لان التحكيم في المهازين المباراة لم يظلم الترجي التونسي اطلاقا ولكن الناس عملت جدل تحكيمي ليه لان ظهر رأي للحكم الدولي السابق الكابتن جهاد جريشا بيقول ان الكورة اللي كان في نص الملعب اللي كان فيها اصابة قوية جدا اللي ما رأنا اعطيها من اللاعب اهولو اللاعب فريق الترجي لا تستحك كارتة احمر عكس كل خبرية التحكيم اللي قالت تستحك كارتة احمر جدل تحكيمي كمان على لعبة امام عشور وتقال اصل فيه لمسة يد وبالتالي دي ضرب الجزاء فبالتالي كابتن جهاد قال كده وكل خبرية التحكيم قاله وعكس كده فاتاخد رأيي كابتن جهاد جريشا وتبنى عليه سيناريو وسكريبت ان الترجي اتظلم في هذه المباراة طبعا ادي اول صورة معانا للعبة مروان عاطية واللعب التجولي اهولو لعب خط الوسط واللي خد فيها انظاره كان الفار المفروض يتدخل في هذه اللعب عودة كارتة احمر واضحة جدا ان هنا الرجل يعني الستارز مش على الستارز لا ده استارز لاعب الترجي بالاسلحة بتاعت الستارز دخلة في الانكل بتاع رجل مروان عاطية كارتة احمر واضح جدا اللعبة دي لعبة كريم فؤاد لعب الكورة واكيد هو بلعب الكورة مش هيقطع رجليه عشان ما يخشش في لعب الترجي هنا المفهيم اتغيرت فلعب الكورة واكيد رجليه مكملة فبالتالي برضو مش ضرب الجزاء لعبة امام عشور لمسة اليد في مفاهيم يا جماعة اتغيرت في موضوع لمسة اليد عموما انا حتى النهاردة كنت بتكلم مع الكابتن جهاد جريشا واتكلمت عارف موضوع المفاهيم وهو عارف موضوع المفاهيم ولكن قلت له بص على اللعبة من تاني والاراق اللي انت كنت سمعتها ساعة المباراة على فكرة غيرت حتى في تونس والنهاردة انا استعرض مين يتكلم ومين قال ايه لكن في النهاية احنا متفقين على مفاهيم واحدة وواضحة ان لمس اليد اللي جات في ايد امام عشور تبقى للتوضيحات اللي بيصدرها الايفاف في الفترة الاخيرة لما الكرة بتيجي من لاعب زميلك وانت ايدك ما عملتش اكسترا حاجة حرقة اضافية في تكبير الجسم ما بتتحسبش لمسة يد ولا ضربة جزاء فما بالكو بقى ان الكرة جت في ايد مثلا امام عشور وهو ايده جوه جسمه وبعد كده بيحاول يبعد ايده عن لمسة اليد او عن الكرة فبالتالي هنا في جمعية الحالات التحكمية اللعبة دي لا يعقب عليها اللعب عشان كده الفرما تدخلش فيها بالاضافة بجمع كمان بقى معلومة اضافية ان الفرما تدخلش لان كمان اللعبة اساسا ومكانها مش معروفة ان هي داخل منطقة الجزاء ولا خارج منطقة الجزاء فعموما في النهاية في مفاهيم اختلفت شوية في الفترة الاخيرة فلازم الناس تتابع وتتفرج وانا حتى اتكلمت مع كابتن جهاد تابع اللعبة وتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة لان في ناس ممكن تاخد رأيك وتبني عليه سيناريوهات تانية خالص انا اقول لكم حاجة سريعة هنا من حوالي اسبوعين كان معنا كابتن تامير ضري محاضر فيفا طلع وتكلم ولما سألته فيه مفاهيم جديدة في قانون اللعبة قال لي في تفسيرات طلعت من الايفاف في موضوع لمسة اليد وقال لمسة اليد لما تيجي من زميلك لازم عشان تتحسب عليك لازم ايدك تكون مكبرة جسمك يعني تبقى كده مش تبقى كده ولا كده تبقى كده ارجعوا لصورة امام عشور وشوفوا ايده كانت كده ولا كان بتتلم كده لما القرى جات في ايديه اعتقد الكلام واضح